ماذا نقصد باللغة؟ وكيف يمكنك أن تعرف هذا المفهوم أو المصطلح؟ لقد كانت دراسة اللغة وما تزال مجال أبحاث عدة علوم، ولذلك أعطيت تعريفات مختلفة، وذلك باختلاف العلوم التي ينظر منها إلى اللغة. كما أنها كانت مدار اهتمام العلماء على مدار العصور، لذلك قدم لها العلماء الأقدمون والعلماء المحدثون تعريفات مختلفة. دعونا نقرأ عددا من تعريفات اللغة، وأرجو منك أن تتأمل جيدا كل تعريف من هذه التعريفات، حتى نستطيع أن نشكل تعريفنا الخاص بالظاهرة التي نطلق عليها اللغة. يعرف البعض اللغة بأنها مجموعة من الرموز الصوتية التي يحكمها نظام معين، ويتعارف أفراد مجتمع ذي ثقافة معينة على دلالاتها، ويستخدمونها من أجل تحقيق اتصال ناجح بينهم وبين بعضهم البعض. هناك تعريف آخر يرى أن اللغة هي نظام من الرموز الصوتية المتعارف عليها، التي يستخدمها أفراد مجتمع معين، لماذا؟ للتفاعل فيما بينهم، بأي كيفية، وفق الأنماط الثقافية الكلية الشائعة بينهم. ما رأيك أنت في هذا التعريف؟ وهل ترى أن هناك فارقا بينه وبين التعريف السابق؟ دعونا ننتقل إلى تعريف ثالث للغة، يرى أن اللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. ماذا نستنتج من هذه التعريفات المختلفة؟ يمكنك أن تسجل وراء هذه الاستنتاجات المبنية على ما قدمناه من تعريفات للغة. أولا، نستنتج أن اللغة هي مجموعة من الألفاظ والقواعد التي تتعلق بوظيفة التخاطب والتفاهم بين جماعة من الناس. ولذلك فاللغة تعبر عن الجماعة الإنسانية الناطقة بها من حيث نفسية هذه الجماعة وعقليتها وطباعها ومناخها الاجتماعي والتاريخ. كما أن اللغة مجموعة من مفردات الكلام، لها قواعد محددة في توليفها، تتميز بها جماعة بشرية معينة، تتبادل بواسطتها أفكارها وعواطفها وتقضي مصالحها. اللغة إذن ظاهرة سيكولوجية اجتماعية ثقافي، تشير التعريفات السابقة إلى أنها تتألف من مجموعة من الرموز الصوتية اللغوية التي اكتسبت عن طريق الاختبار والاستخدام معاني مقررة في ذهن مستخدمية. وبهذا النظام الرمزي الصوتي الذي نسميه لغة تستطيع جماعة ما أن تتفاهم وتتفاعل فيما بينه.